مستشفيان اثنان هما الديوانية العام والنسائية والأطفال يخدمان كامل محافظة الديوانية منذ ثمانينيات القرن الماضي في وقت يشكو المواطنون من صعوبة الحصول على العلهج في ظل عدد السكان المتزايد والبالغ مليونا ونصف المليون نسمة احنا بالنسبة اننا كم مراجعين نعاني من طول الزمن والفترة يعني بحيث المريض يجي بكانسر يبقى شهر او شهر ونص يجي السرة هاي بالنسبة للحالات ثاني شيء بالنسبة لبعد المسافة بعد المسافة يعني من المستشفى لما توصل لها المريض يجي على السدية والطريق شوفه طسات وفي ظل مساء تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وبدعم من الأمم المتحدة وتمويل الحكومة اليابانية افتتح مركز الانعاش الرئوي الذي يضم حضانات متعددة للأطفال حديثي الولادة في محافظات الفرات الأوسط المركز يخدم المحافظة الديوانية بالكامل والإضافة للمحافظات المجاورة السماوة طبعا الحل هماتين بعض الأحيان هماتين يحاولون في حال إذا كانتهم نقص المركز مجهز بأحدث الأجهزة تقريبا عدنا أكثر من عشر أجهزة تنفس رئوي بالإضافة إلى الأجهزة الساندة لأول مرة يتم تجهيز مراكزنا بأجهزة إيكو كذلك أجهزة سونار بالإضافة للأجهزة الساندة أجهزة سحب السوائل أجهزة مراقبة ويعدنا مركز مشابه إن شاء الله قريبا نفتتاحه في المستشفى التعليمي بساعة 28 سرير نقابة الأطباء تقول إن حاجة المحافظة باتت ملحة لتطوير وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والكوادر الطبية ما زالت المحافظة تقتصر إلى الخدمات الصحية سواء في البنى التحتية أو سواء في المواد البشرية من حيث البنى التحتية لا يوجد سواء مستشفى الديواني التعليمي ومستشفى النسائي والأطفال وهذه غير كافية لسد حاجة المحافظة وكانت مستشفى النسائية والأطفال أعلنت تسجيل قرابة 15 ألف ولادة جديدة في عام 2022 توزعت بين ولادات قيصرية وأخرى طبيعية في ظل النمو السكان المتزايد في الديوانية والاكتباض المستمر الذي تشهده منشئاتها الصحية فإن الحاجة لدعم وتعزيز هذا القطاع باتت ملحة لتغطية احتياجات الناس وحقهم في العلاج والصحة ميتم الشباني الحرة الديوانية